اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عسلام ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير اليوم جيدكم فيديو جديد فيه روتين تنظيف الكوجينة أو المطبخ ما هوش باش يكون تنظيف الكوجينة من الداخل باش يكون من الخارج على خاطر تارف الكوجينة حين طيبو برشا والقغاء يعني الدهنيات تنطر في الكوجينة والكل ما نعمل حاجات نعملو فيه ديماء الشباك الافيتخم مسخة وكل شيء يعني كل مرة الواحد يعمل تنظيفة كبيرة للكوجينة ماذا بكم أنا واحدة من الناس بلك خطر كوجينة كبيرة شوي نعمل لها التنظيفة الداخلية وحدها نهار وحدها والتنظيفة الخارجية وحدها لاشا خطر نتعب دجا التنظيفة هذي نظفتها بيان من البرة وعدت فيها وقت والكل الوقت كان خطر باش كي تولوا تعملوا كل شيء مع بعض باش تكثر عليكم وتحوسوا وتدخلوا بعضكم وتولوا تتعبوا أكثر من رأي من رأي تعملوا روتين بالروتين بالروتين يعني نهار تنظف الكوجينة بيان من داخل تنظيفها باهر نهار تنظفها من تنظيفها من البرة يعني أماما تكونوا نظفتوا رقلتوا كوجينتكم أماما ما تعبتوش دونك أول حاجة عندي شوية معاون ما زلت ما خدمتش اللافيسيل دونك حبيت نعبي اللافيسيل سيفغي الكوجينة متاعرة هي بيضاء بلون ما يبانش فيها لوصخ برشا كما الكوجينة اللي كانت عندي قبل كانت نواغ سوداء لكن البلون ما يبانش فيه برشا ولكن كي نقربوا لكل تبانى راه الحاجة كي تقربين لها تبانى سورتوا من جهة البرتي اللي نطيبوا فيها البرتي متاع البلاك والكل بما أن الحركة تكون فيها هي أكثر حاشة دونك فلا أنا طريقة نوريكم طريقة كيفاش ننظف ننظف بالبرتي بالبرتي نحي كل شي ما نحيش كل شي نحي كل شي باردون نحي بالجهة بالجهة يعني عندي الجهة هيك المقابلة متاع التطيب هي اللي نبدأ بها نحي كل شي نحطها على الطاولة ونبدأ ننظفها هي ومنين نكملها هي رجع لها حاجات هولكل باش نبدأ في برتي أخرى ليش على خطر سينوك نجبت كل شي فراع بعض التالي تولي ياسر ما عادش نفهم روحي وتبدأ كل شي مقلوب وكل دونك فلا نبدأ بالبرتي الفوق يعني ديما اللي بنات تبدو من الفوق كنتم هابطين معناتها تنظفوا بالبرتي بالبرتي والله العظيم راكم تشوفوا فاها بلاك تقولوا هي قادة تنظف فاها وهي نظيفة راهوا فاها برشة 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 خاصة مالغريفة مالقوت ولكلة للقوت لا تشبتش حاجة كبيرة يعني جسد نحي تشبت الوابور مالغريفة يتنطر برشة معناتها يعني عندي هكذا البردويل متاع هكذا اللي كنت شاركت معكم الموجود في كل بلاسة هو مالك تاريين يناخذ متاع اليدل ينظف مليح نظفها هي بالبردويل متاع الديغريسان من فوق ومبعد باش من تقعدش فيها التراس تبدأ ملبطة لكلها نعملها بالبردويل فيتر نظفها بيان بالبردويل فيتر الا نظفها من بعد التجد كانت الماضي الفوجانية الفيانس تبين حتى هي انظفة لكن كما قلت لكم نستعمل فيها برشا شوفوا الفيلت خمتاع بتاع الأوت حتى هو دو تنزل تفوق حتى يهز القغاء برشا كما قلت لكم الحاجة اللي بها يفاها انها في سعمة انظاف ما هي شكل لتشد الوسخ ولا تشد القغاء يعني فيتفين عدي علىها هكا بشوي بخوضي في سعمة انظاف يعني علش قلت لكم اني توا خذت البلان والله حتى البلان برشا الناس ما نصحوني شو قالوا لي علش خذته بلان ماذا بك رك خذتي نوار ولا بواء ولا حاجة لكن اني حبيت بلان منيش عارفة هكا عجبني البلان وسخته في سعمة انظاف شوفوا كيفاش كي قلت لكم نظف بالبغتي بالبغتي شوفوا كيفاش نظفتها بيان مليحة اذا كان تستحقوا الجبل اني ما استعملتش ما اذا كان تستحقوا الجبل تنجموا تستعملوا هاني ما ما عملتش ميد ديفوالة بيض ماذا بيك تستعمل كيدي يبدأ فيه كوركم ولا صوس ولا حاجة ماذا بيك تستعمل الجبل وشوفوا اللوطة الفرق بين الفوق ولوطة شوفوا كيفاش يطيح عليها القغاء وكل يقتر عليها ساعات شوفوا من اللوطة مسخة ديفوالة تعديت للميكرو بالنسبة للفور ما نظفتاش اليوم معاكم الخطر باش نستعمل المود بيغوليز هكا اللي ينظف الفور واحدة مانيش باش نعمل كيما المرة اللي فاتت شاركتكم كيفاش نظفتها الفور مانويلما يعني ببيدية نظفتها ولكن فما المود بيغوليز تنجموا تدوروا للمود بيغوليز بنسبة للناس اللي عندهم الفوق بالبيغوليز يدوروه وهو ينظف روحه واحدة ما انته دونك اليوم ما نظفتاش من داخله خطر باش نعمل لها هكا المود بيغوليز كيما قلت لكم ووالا وبعد تعديت البرتية اللوطنية كيف كيف بال بال وبعد تالي نظفتها بال شوفوا لما حالة سرعت لكم في الفيديو والبنات هو معنا باش ما تطوالش عليكم زادا اخت ساميرا قلتي لي ماذا بي قالت لي ماذا بي ان الفيديوهات طولينا في الفيديوهات اكثر خاطر نحب ان نسمع صوتك اكثر نقولها ببركة الله وفيك لصوتي معنات صوتي ابيزون قالت لي معنات كيفاش نفسرها لكم صوتي يرتح نشكرها نقولها مرسي بكو على الكمبليمون ووراني منطولش في الفيديوهات على خاطر عندي فكرة على اليوتيوب اللي بلو الفيديوهات تبدو طويلة بلو الناس يصنلسي معنا في ساعة ما يقلقهم الفيديوهات ويبدو يسرعوا يسرعوا ويشوفوا في الاخر الرزلتا فينا سيبو صار اني نعمل فيديوهات مهمش طوال نعمل فيهم قساء باش نسمة تقلقشو شوف شنو المحتوى متاعي شنو الفيديو متاعي وما يقلقوش فهمتو ولكن اذا كان حسب الطلب اذا قولوا لي لبنات اذا انتم كما ساميرا تحبوني انطول في الفيديوهات وقلوا لي كما لا شفتوني سرعت في الفيديو شوفوا كيفاش نظفت هالبلاصة ما بقالي الا باشي رجع الحاجة هيك اللي اللي نحيتها باشي رجعهم تحبوني نطول في الفيديوهات وقلوا هالي في الكومنتر كمسا راني ما نعرف شاني نعمل لكم اوبي فراني نعمل الفيديوهات على حسب كما نرتاح وكما نحس روحي الفيديو متاعي معنا نعملها على طريقتي اذا كان انتم عندكم طلب ولا تحب روتين معينة ولا ولا تحب نطول الفيديوهات ولا حاجة وقلوا لي لبنات خطر اني ما نجم ندخل في فكركم وما نجم نعرف اذا كان عجبتكم ما عجبتكم شنية افكاركم يعني اذا كان تنجم تعاون وني شوي تعاملوا لي كومنتر وبين سور حسب طلب كم نحاول نعملكم الفيديو كما تحب انتم وان شاء الله مرة اخرى باش نعمل لكم عندي برشة تيروار مجر ولا كيف تسمون فيه تيروار معنى قجر نقول لك جر هما والله هني عارف اش اسم هك التيروار بالعربي وما عش نعرف والله ساعت الكلمة تهرب لي لان انتم كاع عندي برشة لا لكن يعني تحبلهم وقت اذا نعرف كيف نعملكم فيديو اللي ما تطوالش برشة ونوري لكم كيفاش اني نظمت بطريق تبين سيراني ديما نبدل راهم مش معنى كيف نوري لكم النجم مرة اخر عندي قلقة كما قلقة قلقة برشة النجم اليوم حطيت في البلاكاعة قوش عدو نبدل بلاكاعة ضغواتي نحس براحة نفسية ديما يكون تغيير ديما الانسان في حياتي يكون فما تغيير ديما نبدل حاجات باش نرتاح نفسانيا ولا كما تشوف واني رجعت كل حاجة لبلاستها وبين سير تنية كلها بالقراء ديما تنظف لكلها هو سيفري كي تكون الكوجين جديدة وكي تكون في اللب يزرع يفي ساعة ما تنظف اما كيف كيف في ساعة ما تتمصخ معنى انتها الواحد يلزم ها دولان تخطين الكوجين ها ماذا نبطوا عليها بارش كي تنظف ها زادا واحد ما هو باش يهد صحت وديما هو يحق لا هكا لا ماذا بيكم تعملوا مثلا الجدوى المتاعكم مثلا مرة في الأسبوع تنظف ها تنظيف هذه من برا مرة في الأسبوعين تنظف ها تنظيف من داخل مرة من شعرف كل واحد على حسب استعمالها للكوجين من الناس لا تستعمل الكوجين يعني باب زوان ليس لازم باش ينظف ها مرة في الأسبوع أو مرة يعني على حسب الاستعمال أنا واحدة من ناس قلت لكم نستعمالها الكوجين راهي مع انت كما تعرف الصغيرات ديما ديما نطبخ ديما حتى ما عندك ما تعملي فها لازم تقعد فها تعملي أي حاجة او بسط حاجة تعملي قهوة وتقعد تشوف بعد تعديت للبرتي الأخرى نظفتها من فوق وم بعد كيف كيف هبط لطا نظفت كل شي سرعت لكم الفيديو لبنات باش ما تطوالش بين سوق خطر هك كل وقت وم بعد مشيت من جهة الأخرى جهة هيك لبنات عندي كونجيلاتور وفرجدار دجا شاركتها معاكم في تنظيم الثلاجة ومن حاطة الكوان كافي يعني البرتي هذي ما نستعملش فيها برشا جست للقهوة ولا باش نجيب حاجة من الفرجدار لبنات هذي ما هيش مصخ برشا يعني حتى تنظيف سيفيد فيه لبنات حبيت نشكركم برشا برشا على الكومنتار اللي تعملوا لي فيه لكلكم مش باش نسمي باش من ميتاش شهر حد مني خطر لكلكم ما شاء الله ما شاء الله جزكا منتنون ما جاني حتى كومنتار نيجاتيف كلكم تشجعوا في كلكم معناتها كلامكم حلو ما شاء الله فما بنات معناتها نصحوا بنات خرين من الانتراج متاح هم وصحباتهم وعطوهم اسم الشان متاعي ودخلوا لي وقالوا لي راني جينا عن طريق فلانا عن طريق فلانا والله هي فرحة برشا خطر ما زلت أني واحدة من ناس راني كما قلت لكم الشان متاعي ما زال كي حال تراي عندها شهرين ولا حاجة كما هكا فكرة كبيرة على شنو هو اليوتيوب وكيف كمان سا فنكسون لكن ديما كي ندخلوا فيه ونبدو نعملوا داي فيديو وكل شي نبدو نكتشفوا في برشا حاجات وي يمسير نحترموا نحترم رأي الناس الكل وماذا بي تعطوني آرقكم في حاجات مثلا تقولوا لي رأي الحاجة هيك ماذا نعطيكم في نصايح ولا أفكار حتى قابلة للأفكار اللي بشتعتهم لي و بي ينسير كما يقول ورأي خير من رأي حاجة أخرى البنات والله ماذا بيا توان نعرف كما قلت لكم الشيان تاين ما زالت جديدة يعني البنات اللي يدخلوا يعملوا في الكوموتار أحفظتهم و كالكوزين حسب الكتابة التي تكتبها لي خطر بما أنني نعرف مغربة جزائريات يعني عندي صاحبات يمبر بارتو يعني اللهجة نعرفها مليح كي تكتب لي هي باللهجة متاحة نفهمها لي هي من البلاد هيك ماذا بيا ماذا بيا كتعوني كومنتار و قولوا لي من أنتي من أنا بلاد جس كحب طلاع ماذا بيا نعرف فلانة من جاية الأخرى من جاية من نتبع فيها باش نعرف الأخوات اللي تبعوا فيها و أسكو قاعدين يفهموا في الهجم تاعي ولا لا خطر فما يقولون أنتم تونسل هجتكم صعيبة تزربوا في الكلام برشا حاجات ما نفهم مش يعني يعني قولوا لي الحاجات هذي في الكومنتار لبناء سي سا فدرانج ببناء وإن شاء إن شاء إذا شجعتوني أكثر والله العظيم ديني ساعات أفكار نقول زع ما نكمل ما نكملش كما قلت لكم في حيات إراني غلغ برشا ونقول زع ما ما نش عرف أسكو سي جسو دون البن شمان قناة عجبت الناس كين نشوف داي كومنتار والناس يجاوبوني يعني نولي نقتنع ساعات مش عارف قلوا لي أنتم لبنات إن شاء الله يا ربي ربي وفقني ونوري لكم حاجة باهية نفيد كم بحاجات شغطو على خطر أنا ما منحل القناة البيت متاع إني باش ننفيد الناس معنتها كيف ما نحل اليوتيوب وندخل ونشوف أخوات ونستفاد منهم برشا حاجات نتعلم ها من الأخوات كيف كيف أنا بدي إذا كان نعرف حاجة علش لا ما نتقسم مع أخواتي وهك نكون أنا زدفتهم وإذا كان نلقى نهار نصل ونلقى روح يقناتي ما عاد شفايدة لعباد بحاجة سا 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 نكمل نحكي ياسر ياسر من كملة الفيديو ولا البنات هذه رزلتها في النال شوفوا كيف الكوجينة ما شاء الله كي تبدل حاجة نظيفة تعطيك راحة نفسية مش نروع كي ما قلت لكم كي نهار اللي نظف الكوجينة ماذا بيا ماذا بيا من طيب شفايد دايور تقعدوا تضحكوا لي الليلة ماشي باش نمش يعني وراجلي وصغيراتي باش نمش نتعش في الغيستوران والله هي ستي بخيفو مش على خطر نظف الكوجينة رانا ماشي للغيستوران رايز ستي بخيفو راجلي قالي هاي نخرج الصغيرات نهز نعشوهم البارة كي ما تعرف ماني مرا واحد ش فاقونس دايور فاقونس الاحساس موجود ماذا به الواحد ينظف الكوجينة عايش طيب فيه ولكن انا جدت بغازا غرا خارجين خارجين باش نتعاش ما سيت بخيفو قبل ما شفتو هاكم اللي شاركتم معاكم المرأة البارح اللي غسلتم ورجعتم بخبر شاسم هم اللي قوسمت على شاز ما معنتها دو طنزان طن الواحد يغسلهم ويعاود كما تعرف الصغيرات يوصخوا الكل هادي هي الكوجينة متاعي بعد التنظيف لبنات ان شاء الله تكون عجبتكم بقدرة ربي نشارك معاكم روتينة فهة اذا كان فزيت دكور اذا كان عجبتكم بطه دي غسات كما انا راني ما نش جسي بات خو طبخ معناتها ساعة نحب نعمل جيني فيراسي نحب نعمل رسات ولا حاجة نشارك معاكم لكن ما نحن دوماني الطبخ دوماني الاكثرية الاكثرية جيني جيني نحن نحن بقودة ربك نعمل حاجة بقودة ربك نعمل حاجة بريك نشارك معاكم انتو كالبنات ان شاء الله الفيديو متاع عجبتكم واذا عجبتكم ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتعملوا اللي لايك وبينصور تبرتاجوا مع حبيباتكم الفيديو باش الفيديو توصل الناس اخرين وبالنسبة الانستغرام تلقو في الانستغرام وتو نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظة وبسلامة